اهلا بيكو طلاب الصف الاول الثانوي في متعة الانجليزي والنهاردة هناخد يونت 7 بعنوان health and safety هناخد مع بعض في الجرامر استخدامات should و shouldn't و must و mustn't هنبدأ ب should و shouldn't should و shouldn't اول استخدام لها الاقتراح والنصيحة خلاص مثلا for example you should you should always wash your hands after you touch the car دي معناها ايك اني بقولك I advise you to do this بنصحك انك تغسل ايدك بعد ما تلمس الكات الابطة اوكي وزي ما انتو شايفين should بتيجي مع كل الضمائر you i we ما بتتغيرش ولازم ييجي وراها المصدر اه مثال تاني we should go to the party together انا هنا باقترح لك انك نروح الparty مع بعض معناها مثلا I suggest to go to the party together طب هنا استخدمت should في النصيحة انك تفعل شيء معين طب انا عايز انصحك انك لا تفعل اقول shouldn't وييجي وراها المصدر you shouldn't sleep late it's bad for you يعني I advise you not to do this not to sleep late تاني استخدام عند الطلب او اعطاء الرأي مثلا I don't think you should work till late يعني انا اعتقد انك يجب انك تشتغل لا اعتقد انك يجب تشتغل لوقت متأخر I think my children should do their best to pass their exam اعتقد ان الاطفال يبزلوا قصر جودهم عشان ينجحوا في الامتحان تالت استخدام عند الاقتراح مع كلمة suggest I suggest you should go with us اقترح عليك انك تيجي معنا ينبغي انك تيجي معنا ده اقتراح في كلمات تانية ممكن استخدمها في النصيحة بدل كلمة should زي هنا عندي should بالساوي had better وبعدها الماثر my student had better study hard ممكن استخدم or to وبعدها الماثر my students ought to study hard ممكن I advise واقول ال space to I advise my student to study hard it's advisable to it's advisable for my student to study hard ممكن نقول بدل should if I wear you I would if I wear you I would يعني او كنت ما كان I would study hard it's important to من المهمة and it's important to study hard it would be a good idea to يعني انه تبقى فكرة جيدة it would be a good idea to study hard يبقى should ممكن استخدم بدلها الكلمات اللي خدناها التعبيرات دي هنا بقى اخدنا اما انصح حد should والتعبيرات اللي قلناها طيب برضو ممكن استخدم كلمات تانية بدل من shouldn't مثلا زي had better not to or not to I advise not to it's advisable to يعني انه من من الغير مستحسن ان تفعل كذا if I wear you لو كنت مكانك I wouldn't انا مش هفعل الفعل ده it's important to not to يعني انه ليس من المهم ان واقول الفعل لأنا بنصحك انك ما تعملهوش it wouldn't be a good idea to يعني لها ليست فكرة جيدة انت فعل الامثلة واضحة قدامكم you had better not walk alone in uninhabited places يعني من الافضل انك ما تمشيش لوحدك في الاماكن الغير معمورة بالسكان يعني غير معمورة التانية you ought not to walk alone المفروض ما تمشيش هنا لوحدك I advise you not to walk alone وهكذا طب ابنصحك ان لا تمشي بمفردك وهكذا خلاص دي التعبيرات زي ما قلنا هي نفس الكلمة التانية بس بيبقى بعدها not في تعبير بقى اللي عندي should have والتصريف التالت للفعل لما تلاقي الشكل ده عندك should و have والتصريف التالت للفعل تعرف ان احنا بنتكلم مع زمن ماضي وبتتحول بقى مش نصيحة ان حاجة عدت وخلاص لكن بتتحول للوم ازاي لما اقول لك you should have come early ده معناها ان انت you didn't come early and it was wrong يعني انت جيت متأخر فبقولك المفروض كنت تيجي بدري اوكي يبقى انا بلومك ماشي لما اقول shouldn't have والتصريف التالت ده معناه ان ده حاجة غلط ان انت عملتها وانا بلومك ان انت عملتها المفروض ما كنتش تعملها you shouldn't have wasted your time يعني you wasted your time and it was wrong يعني انت المفروض ما كنتش تضيع وقتك انت ضيعته فعلا وده خطأ احنا دلوقتي بقى اخدنا should و shouldn't في النصيحة ان تفعل و shouldn't لا تفعل ينبغي ان لا تفعل عندي بقى استخدام must و mustn't must باستخدمها امتى للضرورة you must study hard يبقى هنا it's necessary to study hard يعني متضروري انك تذاكر بجد i must for my friend to tell a very important thing يعني انا ينبغي اه متضرورة ان انا اتصل بصديقي اخبره عن اشياء مهمة plants must get enough light and water if they are to grow اه يعني هنا النباتي طبعا يجب انه اه يحصل على اه ضوء و مية كافين لو هو هينمو خلاص دي اول حاجة الضرورة الاستخدام التاني المست النصيحة القوية strong advice you must stop smoking to keep healthy يعني يجب ان تتوقف ضروري تتوقف عن التدخين للمحافظة على ايه صحتك you must start hard to get high marks انك يجب انك تذاكر بجد عشان تصل على الدرجات العالية تالت حاجة warm invitation دعوات الحر يعني ادعوك و انا فعلا بدعوك يعني دعوة كده حقيقية جمدة قوية you must come to my birthday party it will be tomorrow لأ تعالها ما اقولك والله لازم تيجي كده لعيد ميلادي انه بكرة you must have lunch with us i will wait for you تيجي اه اه تتغدى معانا انا هنتظرك ربا حاجة strong feelings مشاعر قوية i must buy a presentation for my mother the bear today مشاعر قوية بلزم نفسي انا عايز اشتري هدية لماما فعيد ميلادها we must phone no heart to ask about her mother as she is ill لأ احنا مشاعرنا كده ان احنا نتصل لازم نتصل بنوها نسألها على والدتا لانها مريضة ادي بس وقلنا استخدمتها مال ايه بقى mustn't mustn't دي استخدمها تحريم شيء خطير او ضد القانون خلاص mustn't يعني حاجة ممنوعة حاجة محرمة ضد القانون هتعاقب عليه وخلاص يمسلا يقول انت ممنوع ان تدخن في محطات البنزين لانها ضد القانون you mustn't smoke in hospital المفروض ما تدخنش في ايه المستشفية استخدام بدائل must في المثال التالي يعني mustn't هنا ممكن اقول it's forbidden append prohibited to وبعدها ايه المصدر it's forbidden to smoke in hospital يعني ممنوع او محزور انك تدخن في المستشفية بتسوي برضو it isn't allowed to والمصدر it isn't allowed to smoke in hospital يعني غير مسموح انك تدخن في المستشفية ممكن هنا فاعل وام او is او are not allowed to والمصدر you aren't allowed to smoke in hospital يعني انت غير مسموح ليك انك تدخن في المستشفى ممكن استخدم mustn't للتعبير عن نصيحة قوية بنصحك انك ما تفعلش البالدة you mustn't stay up late as it's bad for your health يعني بنصحك قلة ما تصهرش متأخر على يعني مدر صحتك you mustn't waste your time الفين يعني المفروض ما ضيعش وقتك بدون جدوة you mustn't eat this food مفروض ما تاكلش ايه هذا الطعام it's poisonous يعني انه same هنعمل تمارين بقى مع بعض كده choose the correct answer from a p c or d i write to my brother i haven't written to him for long فكروا كده ايه المفروض ناخده هنا ايوا well done must يعني i must write to my brother mona's eyes are not good she wear glasses for reading it's my advice يبقى هنا اللي ينفع هدا طبعا or to she or to this is military area دي منطقة اسكرية you to photograph anything طبعا هنا aren't allowed to يعني غير ما اسموح لك انك تصور هنا اي شي we don't have much time for the train ما عندناش وقت للقطر كبير we hurry we hurry يبقى we a must hurry يجب بغي احنا نجري the baby is asleep baby name and i want to do the house work عايز اعمل شغل البيت بتاع you shout اقول طبعا اي you mustn't shout here يعني ما ازع اش students forget their teacher's instruction or they will be punished هنا اي الاختيار اكيد طبعا mustn't يعني الطلاب يجب ما ينسوش تعليمات المدرس وإلا هيتعقبو number seven you don't have enough money for this experience jacket you look for a cheaper one I suggest يعني انت معاكش فلوس كافية للجاكت الغالي ده انت المفروض تدور ها تبحث عن واحد اه ارخص يبقى I suggest او ليه بقى ايوا bravo should number eight it's really a good film the film كويس you go and see it with your family الل هنا المناسب طبعا ها bitter لا يلفع advice ولا should طبعا ما تخد should ولا odd من غير two number nine he suggested that we go to the park to have fun ايوا يبقى هنا ايه should number nine should you talk to your mother like that it's impolite تكلمش مع ماما كده ده شيء غير مؤدب طبعا لازم اقول لك بعد تحريم mustn't number eleven when you come to كايرو again you come and see us دي دعوة حرق دعوة بجد يبقى يه must no one is to smoke in public place it's forbid no one is is allowed يعني فيش حد ما سموح له انه يدخن في الاماكن عامة ده ممنوع number thirteen you had a lot of problems as I told you you to my advice يعني انت حصل لك مشاكل كتير زي ما قلتلك انت المفروض كنت تسمع ايه نصحتي فطالما بلومك وحاجة في الماضي يبقى كيد هتختاره ايه should have listened يعني ينبغي انك تسمع نصحتي بس انت ما سمعتش number fourteen i arrive at school on time it's a rule يعني انا اوصل مدرسة في الوقت المناسب ده دي ايه rule هنا اختار ايه طبعا اختار have to i have to arrive ينبغي اني اوصل مدرسة في الوقت المحدد number fifteen you drive fast in the city center it's really dangerous طيب طالما حاجة dangerous ممنوع اقول ايه mustn't mustn't اوكي number اه sixteen i told my daughter that she'd better the easy again to modify it يعني اخبرت بنتي انها من الافضل تعمل ايه في الاسي عشان تزبطو او تعدله طبعا هنا have better بيجي وراها ايه المصدر فين هنا المصدر وبدونتو يبقى right number seventeen you drive very carefully nearest cause as there are a lot of children دي نصيحة ونصيحة قوية جدا اقوله ايه must number eighteen this shirt is very tired الاميز ده دي قوي you to try another one يبقى هنا طالما في two اللي ينفع طبعا out عشان out اللي بيجي معاها two number nineteen to get a high mark in the exam you revise regularly يعني هنا عشان انت تحصل على درجات عالية في الامتحان you ايه بقى طبعا out two لاني شوط ما جيش two ولا مصد بيجي معاها two ولا هات bitter بيجي معاها two هنا out two number twenty you try this cake it's really delicious بعض ما عليكم عظومة كده قوي قولك must you must you wear your shoes inside the house because it makes the floor dirty ما تلبس الحزاء داخل بيت لانه بيخلي الارضية مش نضيفة هنا يبقى استخدم ايه اقول ايه شدنت number twenty the teacher is speaking with you it's unpolite نمشيش والمدرس بيكلمك زي مش حاجة مؤدبة طبعا هنا يبقى ايه mustn't number twenty three this side is very danger to kids they be here الموقع ده خطر جدا للأطفال هم المفروض ايه هنا ها يبقى ايه بقى you mustn't بيها مفروض ما يكونوش موجدين يعني الرجالة بيقوموا بالخدمات العسكرية ان ده واجب عندهم يبقى هنا ايه طبعا must i think you اعتقد انت do more exercise to keep fit هنا انت نصيحة قولك تبقى ايه should هناخد كده مع بعض تمرنين على fill in the space اول حاجة traffic rules are similar in most countries يعني قواعد المرور بتبقى متشبهة في اغلب الدول but in some European countries في بعض الدول الاوروبية people drive on the left احنا قلنا دي قانون فيبقى must big laws aren't to drive in the city center طالما في عندك or to قبل المصدر يبقى هنا allowed seat pills يعني احزمة المقاعد must put on ينبغي انها ايه تلبس فهنا يبقى مبني المجهول اقول must be خلاص so if you drive there اذا انت كنت بتسوء هناك it's necessary to know well about the traffic rules يعني من الضروري necessary to know well نكتعرف جيدا عن قواعد المرور رقم two tourism يعني السياحة is an important source of our national income مصدر مهم جدا في دخلنا القومي we forget that most tourists nowadays are seldom rich يعني ايه احنا اه ننسى ان اغلب السياح خليل او نادرا ما يكونوا اغنياء يبقى اول ابقى mustn't forget many many of them عديد منهم are students طلبة or hard working employees يعني عمال موظفين عمال يشتغلوا بجد احنا هنقول ان المفروض should يعني government should ينبغي انها تبني وثلات مش غالية ولكنها نضيفة ومريحة نقلل الاسعار لهم هنا على طول هذا الفيديو راها بيتر اوكي عشان نشكاحهم يقوم مصر جانب الاخر وي remember وي ايه بقى remember نتذكر they are our guests and should read them in friendly way نتذكر ان هم ضيوف عندنا واحنا ينبغي ان احنا نعملهم بطريقة ودودة يبقى وي ايه ها we must we must وكده نبقى امتهينا من جزء grammar بتاع unit 7 وان شاء الله الدرس القادم هناخد فيها الفكاب بتاع unit 7 واتمنى ان انتو ما تنسوش like وشير وسبسكرايب وان شاء الله نبقى على طول مع بعض بإذن الله اشتركوا في القناة